الحكومة العراقية الحكومة العراقية هي لحد هذه اللحظة هي تعول على قنوات الحوار أن هذا الاستفتاء هو غير قانوني وغير بستوري وهي لا تعترف بنتائجه وكما أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قبل يومين أصدرت قرارها بعدم دستورية هذه الخطوة من الإقليم لم يبقى في قبضة داعش إلا أقل من 10% مما كان في قبضته في عام 2014 العراق وجه نداء إلى أشقائه العرب من خلال اللقاءات الثنائية ومن خلال أيضا جامعة الدول العربية بدعم ومساندة العراق في جهوده لإعادة النازحين أولا ولإعادة إعمار المدن المحررة والتي أصابها دمار كبير جراء العمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر